ايام مأساوية تعيشها محافظة ادلب وحماس سوريتان نتيجة قصفهم المستمر من قبل النظام السوري وروسيا صحيفة وولستريت جورنال الامريكية صلتت الضوء على اوضاع السوريين في هاتين المحافظتين وصفة ما تقوم به قوات النظام والقوات الروسية من قصف عنيف بالبراميل والقذائف والصواريخ لمناطق في رفي المحافظتين بالمجازر وولستريت جورنال قالت ان الاف السوريين هربوا من بيوتهم خلال الايام الاخيرة نتيجة للقصف الذي يشنه النظام والقوات الروسية على محافظة ادلب وقد حول النظام شهر رمضان الى شهر من الالام والمآسي بعد ان قتلوا اصاب المئات من السوريين في المحافظة واجبر اكثر من مائة وخمسين الف شخص على مغادرة منازلهم في الايام الاخيرة نتيجة للحملة الجوية التي تشنها قواته وروسيا وبحسب الصحيفة فان النظام قصف منذ الثامن والعشرين من شهر نيسان الماضي سبع منشآت طبية وتسع مدارس ما ادى الى اغلاق العديد منها صحيفة الواشنطن بوست الامريكية بدورها ربطت بين الغارات الجوية المكثفة على ريفي ادلب وحماء والازمة الاقتصادية المتنامية التي تضرب المناطق الخاضعة لسيطرة النظام بسبب العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الصحيفة نقلت عن قادة ميدانيين قولهم ان النظام وروسيا يحرصان على استعادة طريقين رئيسيين يربطان ادلبا بالمدن الكبرى التي يسيطر عليها النظام يمكن الاستفادة منهما كخط تجاري يصل بين سوريا والاردن في الجنوب واخر يصل بين سوريا وتركيا في الشمال كما ان الظروف القاسية التي تشهدها مناطق النظام بحسب الواشنطن بوست استفزت الاسد وروسيا بشكل كبير لاذهار القوة من خلال شن عملية عسكرية تصرف انتباه الجميع عنها الادلبيون اليوم علامة كبيرة من علامات ثبات وصمود السوريين واحلامهم وان وجهت بالصواريخ والبراميل الفتاكة تبقى امل السوريين الاخيرة في اشتثاث نظام الاسد من جذوره ونيل حريته والتغيير